عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله سالسهما أبي بكر الله ثالث ما أيب النسرة والإعانة والعون والكلاء فلا يمكن أن يخذ لهما فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من النظر إلى الأسباب إلى المسبب في الحديث نص على مكانة أبي بكر رضي الله عنه بالنظر لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجرة إلى المدينة ومرافقته له في الغار وما لاقى في هذه الإجرة وصحبة من مشاقه ترجمة نانسي قنقر عن سهل مساعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرقكم على الحول من مر علي شرب ومن شرب لم يظم أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يقال بيني وبينهم ثم يقال بيني وبينهم أنا فرطكم ألا متقدمكم وسابقكم إليه ترجمة نانسي قنقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حسك على الحديث أسعد الناس بصفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أبي بكر أبي هريرة وما هو معنى هذه الكلمة؟ قال لا إله إلا الله مخمصة أي احترازا من المشرك وما معنى خالصا من قلبه؟ احترازا من المنافق قال الإمام البخاري رحمه الله حبهنا قتيبة بن سعيد حبهنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غدبي قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بسمي ولا تكتنوا بكل يتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في سورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار روى الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقالا غرى ماذا يقول لعواله فإن هو إذا جاؤه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول لعبي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحمن خيرا من لحمه ودمن خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته عن عَلْقَمَتَ بْنَوَقَّاسٍ أَلَّيْثِي يَقُول سَمِعْتُ عَمَرَبْنَ الْخَتَّابِ رَضي الله عنه يقول سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيّة وإنما الإمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها أو يمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وأجبعني الأسئلة عن الأسئلة الآتية ما هي الأحاديث الثلاثة التي عليها أصول الإسلام قال الإمام أحمد بن عنبل أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيّات وحديث عيشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وعليس الرحمن بن بسير الحال بيّن والحرم بيّن هو معنى النية في اللغة؟ النية في اللغة القصد والإرادة في الشعر؟ وفي الشعر يتقعوا بمعنيين أهلهما بمعنى تمييز العبادات بعدها عن بعد كتمييز سيام رمضان من سيام غيره أو تمييز العبادات من العادة كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنزل وهذا هو المعنى عند الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل أل هو الله وحده لا شرك له أم الله وغيره وهي التي يتكلم في علمه تربية وسلوك في كلامهم قال إخلاص وتهاجعهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه روى الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يذركم صلى الله إذا وجد ذلك أحدكم فليسجب سجدتينه وفجالس جاءه الشيطان فليسجب سجدتينه وقبله لترخيم شيطانه روى الإمام مالك رحمه الله عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجنعة فليغتسل أما هذا الأمر في الحديث وجمونا للفقه على أن الأمر في الحديث للندب لا للوجوب والفرض هو فضيلة لا فريدة لحديث أبي سايد القدري الصحيح ملأت الجنعة فالتودى فيها ونعمل ومن اقتصل فالقصة أفضل شكرا للمشاهدة